شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين هناك ثلاثة كتب ينبغي علينا نحن طلاب العلوم الدينية أن نجعلها ضمن منهجنا العلمي وهذه الكتب الثلاثة هي أولا القرآن الكريم وثانيا نهج البلاغة وثالثا الصحيفة السجادية علم الفقه الآن يقع ضمن منهجنا علم الكلام يقع ضمن منهجنا علم البلاغة يقع ضمن منهجنا وينبغي أن نحاول أن نجعل هذه الكتب الثلاثة ضمن المنهج أيضا هناك بعض الأفراد ربما يظنون أن هذه الكتب الثلاثة خارج المنهج هذا الظن ربما لا يعبر عنه باللافظ ولكن طبيعة العمل تكشف عن هذا الظن نحن نبذل على حل معميات الكفاية في كل يوم ساعة مثلا ونبذل على حل الطلاسم المطول في كل يوم مقدارا من الوقت ونبذل على حل أحاجة تجريد في كل يوم مقدارا من الوقت أو ربما ولكن كم نبذل يوميا من الوقت على القرآن الكريم وكم نبذل يوميا من الوقت على فهم نهج البلاغة وكم نبذل يوميا من الوقت على فهم أدعية الصحيفة السجادية هل نبذل في كل يوم عشر دقائق من وقتنا على ذلك إذا كان هناك فرد لا يبذل مثل هذا الوقت هذا يدل على أنه يعتقد اعتقادا باطنيا قلبيا على أن هذه الكتب السلاثة خارج المنهج العمل كاشف عن الاعتقاد النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المعروف قال لو خشع قلبه خشعت جوارحه هذا عدم الخشوع كاشف عن عدم خشوع القلب على ما يقولون على نحو كشف المعلول عن علته هذا عدم الاهتمام كاشف عن عدم الاعتقاد عدم الاعتقاد بأن هذه الثلاثة ينبغي أن تكون من المنهج نحن نشير إلى بعض الأبعاد على نحو الإشارة العابرة التي تفرض علينا أن نجعل هذه الثلاثة من منهجنا ولو واحد يبدأ في كل يوم عشر دقائق يطالع تفسيرا من تفاسير القرآن الكريم ولو على الأقل واحد في أيام الخميس أو الجمع أيام التعطيلات يتباحث مع صديق له تفسير من التفاسير هذا في كربلاء كان متعارف أنه طلاب العلوم الدينية كانوا إلى جانب الفيق والمنطق يقرؤون تفسيرا عند أستاذ يعني القرآن الكريم مؤقل من الكفاية الذي نهتم بالكفاية ونعتبر نقل أن عالم من العلماء كان حافظ للمكاسب مكاسب الشيخ وعندما كان يأتي في البحث كان يقرأ مكاسب الشيخ من حفظه حقيقة هذا عمل عجيب وعمل عظيم كثير من الطلبة كانوا يحفظون متن المطول كثير من الطلبة كانوا يحفظون الفية ابن مالك وهذا عمل جيد وضروري بعض الطلبة كانوا يحفظون مقامات الحريري ومنهم المرحوم الجد كما نقل في أحواله هذه كلها جيدة نحن ليس في مقام النافي القرآن الكريم لا يقل عن الكفاية التي نشعر أن الكفاية يحتاج إلى أستاذ ويحتاج إلى شرح أما القرآن الكريم لا يحتاج إلى أستاذ هكذا نتصور نهج البلاغ لا يقل عن المطول اللي إحنا نظن أن المطول أو المختصر يحتاج إلى أستاذ ونهج البلاغ لا يحتاج إلى أستاذ هنالك ثلاثة أبعاد تفرض علينا أن نجعل هذه الثلاثة من المنهج يعني هذا أضعف الإيمان أقل الإيمان أن نجعلها من المنهج البعد الأول كيف نعرف الله كيف نعرف صفاته كيف نعرف أفعاله كيف نعرف أنبياء هذه المعرفة ما هو مصدرها المناهج الأخرى للمعرفة إما مشوبة بالخرافة وإما مشوبة بالقصور وإما هذه المعرفة التي نجدها عادة في المناهج الأخرى في المنابع الأخرى إما مشوبة بالخرافات وإما على أقل التقادير هذه معرفة مشوبة بالقصور المعرفة الحقيقية لا نجدها إلا في القرآن وإلا في أحاديث أهل البيت الإمام صلوات الله عليه قالت لذينك الرجلين شرقا وغربا فلن تجد علما صحيحا إلا علما خرج منا أهل البيت أنتوا لاحظوا الكتب الآن لا أريد أخوض في هذا الجانب كيف تصور المناهج الأخرى الله تعالى راجعوا كتبه ولا أريد أن أذكر في علم الله مثلا قد قيل لا علم له بذاته شوفوا هذا شلون منهج في فهم الله وفهم صفات الله الله لا يعلم أنه موجود قد قيل لا علم له بذاته من قائل بهذه فلانسفة كبار اعتمادا على دليل واهي يقول العلم إضافة والإضافة لا تعقل بين الشيء وذاته هذا العلم إضافة بين شيئين والإضافة لا تعقل بين الشيء وذاته إحنا ما نعلم بذاتنا إنتو ما تعلمون أنكم موجودين يعني شوفوا شلون دليل واهي إحنا كل واحد مننا يعلم بأنه موجود فالنفس علمت بذاتها ليش الإشكال ما إجهنا إحنا نعلم بذاتنا والله لا يعلم بذاته قد قيل لا علم له بذاته وقيل لا يعلم معلولاته الله تعالى علمه متجدد اعتمادا على دليل واهي شوفوا هاي نتائج الفكر البشري يقول إحنا ما كنا في الأزل فكيف علم الله بنا إحنا كنا قبل مليار عام ما كنا فكيف علم الله بنا هذا فيلسوف كبير يقول هذا الشيء أنا أعلم بطلوع الشمس غدا إنتو تعلمون بطلوع الشمس غدا معان طلوع الشمس غدا مو موجود لكن الله ما يعلم بذالك يعني الله اللي خلقوه في أذهانهم اللي هذا الله مو خالق هذا الله مخلوق المخلوق لأن هم مخلوقون لله تعالى وهذا الله اللي صنعوه في أذهانهم مخلوق هذا المخلوق الله اللي لا يعلم بذاته هذا مو الله الله اللي لا يعلم معلولاته هذو مو الله الى ان يقول هاي نظرية ثانية الى ان يقول مرتسما فذا بغير ميني لأن كسي ما يسوى الشيخين الشيخان يعني ابن سينا والفارابي هذان العملاقان الكبيران مثل ما يدعي العهدته على الناقل وهو الحاج في منظومته ثم ينقل عبارته عبارة ابن سينا او الفارابي يقول الله يفكر مثل ما احنا نفكر احنا شلون نفكر نحن نعلم الاشياء بالصور المرتسمة في اذهاننا في الكبرى كان نقرأ اوائل احنا علمنا بالاشياء على نحو ارتسام الصور في اذهاننا هذا العملاق الكبير ابن سينا بعدين ينقل عبارته او عبارة الفارابي والعملاق الكبير الفارابي هالشكل يفكر في الله سبحانه وتعالى عد لاحظوا هذه الصور الباهتة او الصور المشوبة بالخرافة وقارنوها مع معارف القرآن الكريم حقيقة اشقد القرآن لطيف في معانيه في الفاظه في صلاة الغفيلة الآية الكريمة التي تقرأ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها كالتصوير لطيف هاي الأوراق اللي في الخريف تسقط أو في غير الخريف كم مليار ورقة لاحظوا الحركة هاي حركة سقوط الورقة علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بهذا مقابل بعض الفلاسفة اللي يقولون الله ما يعلم بالجزئيات الله يدري كليات أكو في الدنيا أكو أشجار وأكو أنهار وأكو أطيار الله هالشكل يدري مثل فد حاكم يدري أنه أكو فد أشياء دا تجري في شعبه بس تفاصيلها ما يدري الله هالشكل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كلون تصوير هذا التصوير لاحظوا قد قيل لا علم له بذاته وقيل لا يعلم معلولاته خلوا يوم هذا التصوير أو تلك الآية الكريمة يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات بصيغة الجمع السماوات العظيمة ما قال في السماء فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لاحظوا هذا النوع منهج من مناهج المعرفة وهذا منهج آخر الخطب الإلهية الموجودة في نهج البلاغة كيف تصور الله سبحانه وتعالى يعني تصور صفاته حقيقة هذه خطب نهج البلاغة في المجال الإلهي كنوز من المعرفة اللي البشر مليون عام يجب أن يركض ولا يصل إليها إلا منهم وعبرهم فإحنا نترك هذا المنهج الموجود في المعرفة ونروح على كلمات عامر وخالد ما أقول واحد من يعرف ماذا قال الآخرون ولكن هذا هو المنهج هذا هو الآصل هذه القضية قبل ليالي يمكن قبل عشر ليالي أو أكثر أو أقال نقلها لأحد الأخوة وحقيقة قضية عجيبة كانت عندي واحد من الإخوة يقول كنت أتردد على بحث أستاذ أنا أعرفه يقول في يوم من الأيام كان يشرح هذه الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قال أنه بعض الأفراد أجمل القضية بعض الأفراد هذا تعبير يعني الذين لا علم لهم يقولون معنى الآية الكريمة إذا اثنيا من الآلهة كانوا كانوا يتعاركونوا يالآخر والنظام الكوني كان يختار شنو هذه الكلمات المهم الكذائية يقولون ما فاهمين ما يفتهمون ما يعرفون وبعدين شرح نظرته حول الآية الكريمة طبق الفكر الذي عنده أنتوا طرحوا هاي الآية على ألفه حتشوف شنو يجاوبون في هاي الآية يعني شنو هاي الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت تقول ليش يقول أنا أعجبني ما قاله وفق مباني معينة مو معلوم أن تكون مستقات من منبع الواحي وأهل البيت شرح يقول أنا مقتنعت بشرح يقول باللييل أو بكرة كنت أقرأ القرآن ما أدري قال اتفاقا كنت أقرأ القرآن لو كنت أقرأ القرآن وإذا بمصادفة أصل إلى آية أشوف نقيض كلام هذا الأستاذ يقول جدا نتعجبت طالعت الآية مرة مرتين ثلاث مرات شفت نقيض ما يقول يقول بكرة إجيت للبحث شفت ذاك الرجل قاعد ومعه حوله تلاميذه قبل ما يبدأ بالبحث قالوا له إن فلانا توفي واحد من الكبار فقال اليوم البحث تعطيل ماكو بحث احتراما لذلك الرجل الكبير يقول الآن القرآن كان بيدي قلت أنتو عندي سؤال أنتو البارحة فضلتو هكذا وهكذا وقررت عليه ما قاله هو كان يقول نعم نعم يعني كان يعيدني قلت أنه أنتو تقولون مجموعة من الذين لا دراية لهم هالشكل يقولون كانوا يتعاركون وهذا خطأ وفلان قلت ولكن أنا شفت آية في القرآن نقيض ما تقولون قال وين قلت هاي الآية يقول قمت وإعطيتها القرآن يقول شاف هاي الآية مرة ومرتين ثلاث مرات وأخذ يفكر أمام التلاميذ وتحير يقول هذه الآية الآية الصريحة في نقيض ما قال الآية تقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على باعهم هذا النقيض كلامه هذا القرآن هو ده يقول فيقول جدا تحير بعدين قال أي شيء الله قال أنا أقبل بي صحيح أؤمن بي وأنا سحبت كلام يقول أنا أعجبني منه هذا الموقف أمام التلاميذ صعب واحد يعترف بالخطأ المهم يقولون كان واحد يقول يا الله إذا تريد تدخلني جهنم أدخلني ولكن قدام مريدية لا تدخلني في جهنم الفضيحة يوم القيامة جدا أشد من بعض الوجوه من بعض أنواع العذاب الفضيحة ولذلك في الآية الكريمة الله تعالى يقول لعله لذلك ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته الخزي والفضيحة إذا واحد مننا والعياذ بالله يخيره لو يسجنه شهر لو يفضحوا على الملاء يهو يختار ربما يختار أن يسجن عاما كاملا على أن لا يفضح أمام الملاء يقول أنا جدا أعجبني هذا الموقف وكل ما أمر على قبر لأن توفي ذاك الرجل أترحم عليه لذلك المو حسنا أنا مو كلامي في هذه القضية لا نفيا ولا تعييدا أنا أقول أحيانا واحد يسمع آية للبعد عن القرآن يقول أكو هالشكل آية في القرآن أنا طرحت على واحد من الأفراد المتبحرين في بعض العلوم قلت له هاي الآية الكريمة شنو إعرابها وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمن هذا قيله شنو إعرابها كنا قاعدين بالسيارة قال أنه هالشكل آية بالقرآن ما كو قلت له لا أنا جديدا نقاري هاي الآية وقال لا ما كو هالشكل آية بعدين أجينا إلى هنا إلى هاي الغرفة وجبت للقرآن وطلعت له في أواخر سورة الزخرة فجدا تعجب رجال عمره 65 عام كان أكثر علمها فما كان بعدين تحير في إعراب الآية أنه قيله هذا بوين مربوط الآن سألوا من ألف وحد جيبوا لهم القرآن هذا قيله يعني شنو قيله يعني قوله يعني قوله شو هذا بوين مربوط حقيقة هذا مو مؤسف واحد ما يفهم معنى آية من القرآن أبو حنيفة قال للإمام الصادق صلوات الله عليه كأني ما سمعت هذه الآية من فالعجيب أكوه الشكل آية في القرآن حقيقة هذا معب أنه واحد ما يعرف أنه أكوه الشكل آية في القرآن في آية إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال كأني ما سمعت بهذه الآية والإمام الصادق صلوات الله عليه قال اللهم إن هذا منك ومن رسولك فقال أبو حني فأشركت بالله الإمام قال أما سمعت هذه الآية واحد ما يعرف أصلا أكوه الشكل آية في القرآن لو لا ما يعرف معنى الآية ما يعرف إعراب الآية ما يعرف الإشكال اللي يورد على الآية قلت هذا المثال لو كان فيهم آلهة إلا الله لا فسدت أعرض على ألف واحد يعني شنون ليش هذا ما يحتاج إلى تحليل هذا ما يستحق أن نصرف وقت عليه أكثر من المعنى الحرفي الموجود في الكفاية اللي بعض المحشين قايلين بعض الشراح ولا يذهب عليك إنه لا ثمرة لهذا البحث إلا تقوية القوة الفكرية هذا هو المعنى الحرفي هذا فائت سواء ما إلى فائدة إلا تقوية القوة الفكرية أو أنه إلى فائدة نصطاد لها فائدة في مكان ما يلفق في الإطلاق والتقي هذا نصرف عليه أسبوع أسبوعين أما لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسد يعني شنو هالشكل واحد يمشي هذا هو البعد الأول كيف نعرف الله كيف نعرف أنبياء كيف نعرف صفات هذا المطلب الأول البعد الأول لهذه الكتب الثلاثة البعد الثاني الإيمان على ثلاثة أنواع إيمان عقلي وإيمان قلبي وإيمان عقلي وقلبي معا نحن عندنا منطقة ذهنية باردة وعندنا منطقة شعورية حارة الإيمان الإيمان أحيانا يعيش في المنطقة الذهنية الباردة وإيمان الإيمان يكون إيمانا حيويا حيويا نابضا أحيويا والإيمان والإيمان القلبي الذي يخلق الإيمان القلبي كواقع في القلب في الآية الكريمة قد شغفها حبا يقولون يعني أن الحب وصل إلى شغاف قلبها في أعماق قلبها في قصة المرأة المعروفة هذا الإيمان القلبي إنما يصنعه القرآن الكريم يصنعه نهج البلاغ تصنعه الصحيفة السجادية هذه القضية قضية معروفة كان تلميذ يقول لأستاذه ليش أنت ما تدعي النبوة أنت اللي عندك هذا الكمال وهذه الذهنية الوقادة الأستاذه ما كان يجاوبه أو كان يتهرب منه في يوم من الأيام كانوا نايمين ما أدري وين تحت الكرسي فس هاي القصة شبحوا القصة سقد يكون الناقل هذا مضمون القضية في البارد والثلوج الأستاذ قال للتلميذ قوم روح جيب لي ماي أنا عطشان قال له الآن شرب الماي موزيا ما كان يردقون في ذاك البرد واحد تحت الكرسي ماي ماكو في الحنفية واحد يروح لازم يروح بالبير يروح يجيب الماي من البير قال له الآن طبي ينموز ينادي من فوق المئذن الله أكبر الأستاذ قال له هذا جوابك أنا أستاذك والآن أنا حاين أقول لك قوم جيب لي ماي من البير مثلا أنت تتعلق وتتهرب النبي صلى الله عليه وآله مثلا بعد 400 عام من وفاته يحرك هذا المؤذن يقوم من تحت الكرسي ويذهب فوق المئذن في هذا البرد وينادي الله أكبر هذا الإيمان منه يخلق هذا الإيمان هذه التضحيات الكبرى اللي رأيناها على مر التاريخ نحن قاعدين هنا ونسمع بشي الأفراد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله الذين ضحوا بكل شيء هذه الحالة وهذه الطاقة من الذي خلقها هذه التضحيات تحتاج إلى طاقة طاقة روحية هذه الطاقة الروحية الإيمانية منه يخلق شرح التجريد يخلق هذه الطاقة على عظمته ومكانته شرح التجريد يخلق لكم إيمانا عقليا ولكن ربما لا يعطيكم هذه الطاقة التضحيات التي حدثت في كربلاء هذه التضحيات التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا الإمام قال إني لا أعلم أصحابا خيرا أو أوفى من أصحابي هذه التضحيات من خلق القرآن يخلق هذه التضحيات نهج البلاغ يخلق هذه الروح الصحيفة السجادية هي التي تخلق هذه التضحيات مو فقط يعني ميدان الجهاد ربما واحد ما يتعرض لميدان الجهاد التضحيات لها أشكال مختلفة لها ألوان مختلفة قد تكون التضحية واحد يروح إلى الجبهة ويقتل في سبيل الله هذا اللون من أنواع التضحية التضحية لها ألوان أخرى كان واحد من غير المعممين عندك كلمات لطيفة كان يقول من جملة كلمات اللطيفة اللي كان يقول دائما كان يجي عندي في بلد آخر ليس في هذا البلد فيسألني سؤال أنا كنت أقول شنو أنت جوابك هو كان من قبل مع الجواب هو كان يجاوب المهم وأجوبت عموما أجوبة لطيفة كانت كان يقول أنه الحر عندما قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار هاي مو قضية تاريخية انتهت قبل 1400 عام في صحراء كربلاء يمكن واحد في كل يوم يرى نفسه مخيرا بين الجنة والنار تضحية السيد أحمد الفالي حفظه الله نقل لي يعني مقصودي أن التضحية مو يعني فقط واحد يروح يقتل هذا الشكل من أشكال التضحية قال أن الحجار حسين القمي رحمة الله عليه كان عنده ولد هذا الولد ثبت له من خلال التجربة أنه ما إلى الذوق في طلب العيل فطلب الولد وقال أنا في الواقع أستشكل عليك أن أصرف من سهم الإمام بإشكال من الناحية الشرع ثم طلب واحد وقال هذا خلي صانع عندك اطيل أجره في كربلاء ولد ثاني كان عنده المهم أيضا كان كذلك فبعثه إلى طهران وجعله صانع أنا ما أطيك تضحية تضحية مو يعني واحد يقتل تضحية يعني واحد الابن ميط مال لأنه إعطاء المال فيه شبهة تضحية أحيانا تكون التضحية في أوقات السلم أصعب من التضحية في أوقات الحرب لأنه واحد في ميدان الجهاد يذهب يوم واحد يقاتل وينتهي بينما أحيانا التضحية تحتاج إلى عشرين عام واحد يتحمل ويضحي وينكر ذاته ويتجاوز ذاته هو السيد أحمد نقل قال يوم من الأيام كنت أمشي في مشهد أحد هذين اللي واحد في كربلاء كان صانع والثاني في طهران ما أدري أحدهما لو هذا ثالث قال كنت أمشي وإذا بي أشوف بايع يقول باوعته وإذا به ابن الحاج أغا حسين القمي وقاعد على دكة يعني الدكان ما عنده ويبيع إكلاوات وجواريب وبعض الأشياء البسيطة ابن المرجع الكبير اللي الأموال كانت تجري تحت يدي جزطار أنه يصير بايع على دكة يبيع الأشياء المتواضعة الدنيا مو فقط علم العلم ربما يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى في بالي أكو في الأحاديث أنه ازداد عن الله بعدا حتى أن تشوفوا عالم متكبر حتى إذا يكون أعلم العلماء أصلا تشعرون بالنفور منه بالابتعاد منه لأنه يعرف كم كلم يعني القضية مو فقط علم فقط معادلات ذهنية فقط القضية هذه الحالة الإيمانية كيف تخلق شرح التجريد لا يأتي لكم ربما على عظمته بالخشوع والخضوع تقرون المعادلات العقلية وأبو هذيل العلاف شنو قايل ومؤدري فلان فلان شنو قايل هذا ما يجيب لكم الخشوع والخضوع عادة طاووس ما أدري منه في شرح التجريد اللي يجيب هذه الحالة القرآن الكريم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا في بال أن يخرون يعني السقوط بلا اختيار هذا التأثير آيات القرآن الكريم يسقط بلا اختيار عد هذه المعادلات العلمية تجيب هذه الحالة في الإنسان تجيب هذا النوع من الإيمان هذا البعد الثاني الإيمان كحقيقة في القلب هذا في الروايات أكو راجع الروايات الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال هذا النوع من الإيمان عادة المعادلات العلمية الجافة العلمية الجافة لا تخلقه هذا البعد الثاني البعد الأول كيف نعرف الله وصفاته وأنبيائه البعد الثاني كيف نحول الإيمان من نظرية علمية مجردة إلى واقع في القلب هذا البعد الثاني البعد الثالث ولعله متداخل نوعا مع البعد الثاني أصعب الأشياء صناعة الإنسان أن تصنع إنسان هذا أصعب الأشياء واحد يصنع ذاته من أصعب الأشياء العلم لا يصنع الإنسان أكو واحد ما أجيب اسمه هذا من كبار مفكري الغرب لعله أهم المفكرين الغربيين في القرن الماضي يعني القرن العشرين هذا صدر كتاب قبل ثلاث قبل حوالي ثلاثة أعوام حول حول حياته الخاصة مو حول نظرياته العلمية إلى نظريات علمية إلى الآن العلماء ما متوصلين إلها نظريات عجيبة يقول أن هذا الرجل طلق زوجته وهذا متعارف في مفكري الغرب قبل بارحة أولة البارحة واحد نقلي عن أحد الأفراد أن أغلب مفكري الغرب حياتهم العائلية مدمرة ما يتمكن لأن الحياة العائلية لا تدار بالمعادلات العلمية أنت ما دا تتعامل مع ماكنة حتى بالمعادلة العلمية تدير هذه الماكنة وإنما دا تتعامل مع إنسان ما يتمكن قال 98% وهذا رقم عجيب من مفكري الغرب حياتهم العائلية مدمرة ما يقدر قال هذا المفكر الكبير في ذاك الكتاب الكتاب كامل حول حياته طلق زوجته ما يتمكن وبعديا آذى زوجته بعد الطلاق إيش طلقتها القرآن يقول أو تسريح بإحسان أتركها والقرآن يقول فمتعوهن بعد ما طلقتوها جبرا لخاطرها أعطوها المتعة يعني شيء من المال مثلا متعوهم في الآية الكريمة وآذاها وآذاها حتى أصيبت باختلال نفسيا واستمر معها هذا الاختلال النفسي إلى موتها وآذاها وآذاها مرة واحد عالم ولكنه مو إنسان صناعة الإنسان الإنسان المتواضل الإنسان الخلوق واحد الليلة واحدة في الأسبوع وعشاء يعطون كأنه من أمواله أو وقف لذلك ويتباحثون في المسائل الفقهية بحث فيقول الآن كل أولاده وأحفاده بنين وبنات كلهم عدهم شمرة فقهية هناك بعض الأفراد عدهم شمرة فقهية يعني يبحث إذا واحد تحت تربية فقه يصير فقه أو يصير شبه فقه أو يصير عشر فقه لذلك يقولون ولد العالم نصف العالم إذا واحد تحت تربية أصولي يصير أصولي أو شبه أصولي أو عشر أصولي إذا واحد يكون تحت تربية أهل البيت شنو يكون يعني سلمان كيف صار سلمان لأنه كان تحت تربية النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه خب الآن إحنا محرومين من هذا التوفيق ولكن أن يكون الإنسان تحت تربية أهل البيت بكلماته هاي كلماتهم تحمل روحهم الكلمة تحمل روح قائلها ولذلك تشوفون أن هذه الكلمة بعد 1400 عام تؤثر مفكرين أن الدعاء كوميل أي طوفان خلقه في العالم إلى هذا اليوم عبر 1400 عام كم بحار من الدموع جرت على أثر دعاء الكوميل خلال أو أنهار من الدموع خلال هاي 1400 عام هذا الدعاء كوميل يحمل روح أمير المؤمنين صلوات الله فإذا إحنا لم نقع تحت التربية المباشرة لأمير المؤمنين هاي كلوات موجودة في المنطق وفي الحكم يقولون الشيء له وجودات أربع الوجود العيني والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكتبي ويقولون إن الوجود اللفظي طبعا بمقصودهم ما علي بالمقصود الوجود اللفظي يمثل مرتبة نازلة من مرتبة الوجود العيني بسه هذا في محله نفسه نقول أن الوجود الواقعي لأمير المؤمنين شنو تأثيره كلماته الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لها شبه ذلك التأثير الآن هذه موجود تفكيرهم معادلاتهم تختلف مهما كان ذلك الشخص الآخر يعني الشخص الآخر البعيد عن هذه الأشياء له مشرب آخر منهج آخر أمير أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما قرأ تلك الخطبة وإذا بذلك الرجل يقع ميتا هم وقع ميتا هاي كلمات تأثير كلمات الإمام خطبة المتقين الآن موجودة في نهج البلاء واحد اللي يحفظ خطبة المتقين ما يأثر في كلام الإمام اللي يحمل روح الإمام ولو بمقدار قطعا يأثر فيه يأثر في حياته يأثر في فكرة يأثر في منهجه يفكر في سلوكه أحد المؤمنين في الكويت كان ماخذ خطبة الوسيلة وطبعها على روح موتاه في شريط فيحنا عندما كنا نركب في السيارة كنت أقول للرجل اللي كنا نذهب ومعه أفتح الخطبة حقيقة كل كلمة من هذه الكلمات بحر من العلم والمعرفة والتربية قضايا اجتماعية قضايا أخلاقية مو فقط في هذه الخطبة في نهج البلاغة ككل قضايا سياسية منهج الإدارة منهج السياسة منهج القضاء تعليمات تربوية تعليمات اجتماعية علم النافس علم الاقتصاد مقاطع عجيبة هي هاي خطبة الوسيلة أخذوها أو أخذوها في شريط خلوا يمكم أسمعه الإمام ماذا قال صلوات الله عليه في هذه الخطبة المروية واحد يقع تحت التربية المباشرة لأهل البيت وللقرآن الكريم واحد إذا دخل في هذا الميدان هو يشعر بالتأثيرات الواقعية في قلبه يشعر بنورانية جديدة هذه الكتب السلاثة القرآن الكريم نهج البلاغ الصحيفة السجادية ينبغي علينا أن نحاول أن نجعلها جزءا من منهجنا العلمي والعملي إلى جانب الفقه والغصول والمنطق وما أشبه ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي تنفقه عقلاً نيراً 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 العقلاً نيراً 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 ما أنه يماني درب بالكم